41 نقطة بينما فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة الاهل بقيادة الكابتن متحطة اسماعيل بيدخل اللقاء بتشكيل مكون من رمضان ابو حطب في حرس المرمى قدامه اتنين مساكين محمد مغربي لاعب موليد 2001 وعلاء الشربيني موليد 2002 قلبي ادفاع في اليمين ابراهيم السيد بالقميص رقم اتنين في الشمال ضياء وحيد بالقميص رقم 12 لاعب موليد 2000 المركز الظهير الايصر مص الملعب احمد السيد الوافد الجديد للنادي الاهلي من مياه البحيرة بالقميص 27 محمد نصير رقم 99 قدامهم 3 محمد شكري رقم 3 محمد بيسو رقم 10 صالح نصر رقم 22 هداف البطولة برصيد 21 هدف ورأس حربة فهد جمع صاحب القميص رقم 9 جهاز فني واداري للنادي الاهلي كابتن فتح مبروك رئيس قطاع النشئين كابتن اكرامي مشرف العام على حراس المرمى كابتن متحطة اسمعيل مدير فني كابتن اسحاء اول مدرب عام كابتن احمد عبد الظاهر مدرب كابتن خالد حسن مدرب حراس المرمى كابتن صابر سنادة المدير الاداري طبيب الفريق دكتور اسامة مصطفى ورئيس الجهاز الطب القطاع النشئين بن ندرالي كابتن احمد عبد الخالق مدلك اثنين عمال عبد الرحيم وعاطف بينما على الجانب الاخر فريق حراس الحدود قيادة فنية للكابتن بدران علي يدخل اللقاء بتشكيل مكون من مختار احمد في حراس المرمى قدامه اربعة محمود عبد الشافي وبلال محمد عبده شام واحمد فؤاد مصلمال عبد ثلاثة حامد خالد سمير محب واحمد ضاحي قدامهم ثلاثة عبده جمال هداف فريق حراس الحدود برصيد سبع هداف وامير سعيد ومحمد ممدوح رأس حرب موليد الفين واثنين طلقت صافرة بداية احداث اللقاء لقاء يديره تحكميا طاقم تحكيم بقيادة خالد جمال الغندور حكم الساحة مساعد اول احمد عبد الغني والمساعد الثاني بهاء هشام على ايدنا اليمين النادرالي على ايدنا الشمال فريق حراس الحدود زي ما قلت لحضراتكم ملعب اشبال النادرالي ينطلق بنا في قطاع النشئين بالنادرالي لأننا لحضراتكم لقاءات ومباريات موليد سبع وتسعين والفين وواحد وها هو فريق موليد تسع وتسعين بيظهر معنا لأول مرة في أول لقاء حصري ولقاء على الهواء مباشرة لفريق موليد تسع وتسعين قيادة الكابتن متحطى اسماعيل لهذا الموسم مواجهة فريق حراس الحدود لقاء الدور الأول كان انتهى وأقيم استاد الماكسي بالاسكندرية انتهى بفوز النادرالي بأربع أهداف مقابل لشيء ضياء وحيد شقيق اللاعب محمود وحيد لاعب الفريق الأول بالنادرالي عزه الله حضراتكم الجهاز فني وإداري لفريق حراس الحدود كابتن بدران علي مدير فني كابتن السيد عيد مدرب عام كابتن إكرامي أحمد مدرب حراس المرمى كابتن محمد الخواجة المدير الإداري دكتور محمود جابر طبيب الفريق كابتن صلاح عثمان وخدمات كابتن محمد رفا طبعا رئيس كطاع النشئين بنادي حرس الحدود واحد من أفراد الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والنجم الخلوق الكابتن محمد حليم صافرت خالد جمال الغندور احتساب راكل حرة مشهد الصور على اللعب فهد جمعة صاحب القميص رقم تسعة تاني هداف النادرالي برصيد ستة أهداف بعد رأس بعد اللعب صالح نصر صاحب القميص رقم اتنين وعشرين بواحد وعشرين هدف يبدأ مرة تانية عند اللعب أمير أمير يغير ملعب هناك لكن فوزي يرجع ويسلم حامد بعرض الملعب يضغط أحمد السيد هذه تصويبة الند للند النهاردة الأهل وحرس الحدود تلابط عند اللعب عبدو عايز الام وعبدي لكن الضغط عليه من ضياء ضياء التمريرة محمد شوكري كابتن فريق النادرالي واحد من أفضل وأميز اللعبين في التزديد والضربات السابقة محمد شوكري هذه تصويبة سهلة عند رمضان أبو حطب يمسك كورته رمضان أبو حطب واحد من الحراس أيضا المميزين في قطاع النشئين بالنادرالي قاعد يتابع اللقاء زي مولت الحضر كابتن إكرامي وكابتن أمينة عرابي الكابتن أشرف أبو زيد والكابتن أحمد إبراهيم وأفراد كابتن عبدالله فاروق أفراد ومدربي قطاع النشئين بالنادرالي مطوع مرة تانية عند اللعب فويد أحمد فويد أو حمص يلم أحمد السيد أحمد السيد أحد انتدابات الندرالي هذا الموسم من فريق مياه البحيرة محمد نصير العقل المفكر والمدبر واحد من أميز وأفضل اللعبين في مركز لاعب خط الوسط علاء الشربيني التحضير البناء من النادرالي في نص الملعب محمد نصير مرة تانية يحضر مع علاء الشربيني التمريرة عند بيسو بيسو يرجع ويسلم لعلاء الشربيني نهاردة غياب لقلبي الدفاع برحمن مانو وعادل زينوم كابتن متحطاة بيستعين بمحمد مغربي لعب النادرالي موليد 2001 وعلاق الشربيني لعب موليد 2001 قلبي الدفاع أدي محمد مغربي واحد من أكثر اللاعبين سباتاً للمستوى هذا الموسم في قطاع النشئين بالنادرالي وأكثر اللاعبين مشاركة سواء مع فريق النادرالي موليد فريق الـ2001 أو التسعة وتسعين يضغط مرة تانية ضياء 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 وحيد التمرير عايز يلعب عند صالح لكن مطوع مغربي عادت علاء الشربيني يلمس أحمد السيد لكن مطوع مرة تانية عند مندوح عينينا على الولد محمد مندوح لاعب فريق حرس الحدود صاحب القميص رقم تسعة لاعب موليد 2002 لاعب محمد مندوح هو رأس الحربة لفريق حرس الحدود يلمس مرة تانية محمد نصير لعب اللي هيبصم وهيمضى على كل أجمل للنادرالي قاعد التمرير واللاعب البوينت لعب التمبو في النادرالي يضغط مرة تانية مغربي عند أمير أمير سعيد أمير عادة أمير عايز يعدل القدم اليسر يمرر مع عبدو عبدو جمال يسند عبدو لكن ما طوع قرد تانية أمير لكن مضغوط عليه من إبراهيم السيد خارج الملعب ركلة ركنية لفريق حرس الحدود عجبني فريق حرس الحدود من البداية مش هاي بالموقف واخد المبادرة الهجومية وبيهاجم النادرالي لقاء نقدر نقول مش متحفز فريق حرس الحدود الكابتن بدران النهاردة جاي فاتح ويبادي أنه ياخد المبادرة الهجومية ويهاجم النادرالي أعتقد ده هيحل شكل اللقاء ما بين الفريقين على الجانب الآخر عندنا لقاء هنتبعوا مع حضراتكم أيضا لقاء مصر المقاص أول إسماعيلي بالفيوم لقاء يهم جدا جمهير النادرالي وفريق النادرالي صراع القمة الأهلي والإسماعيلي فأقرب فرصة هنستعرض مع بعض جدول المسابقة وأقرب الفرق المنافسة على البطولة يعني صراع ما بين الأهلي والإسماعيلي وإنبي ومصر المقاصة فرق اللي بتنافس من المركز الأول للرابع زي ما قلت لحضراتكم الأهلي والإسماعيلي الإسماعيلي 44 نقطة قرر تاني علاء الشربيني محمد ممدوح لخارج الملعب يعني زي ما قلت لحضراتكم الإسماعيلي مركز الأول للأهلي الثاني أمبي مصر المقاصة الأربع فرق اللي بينهم صراع على القمة والفوز بالبطولة تلعبت عند محمد ممدوح علي الشربيني تلعبت وتلعبت الطويلة الطلالة أمامية عند أمير سعيد لكن ضياء وحيدة يقطع ضياء ضياء وقف في المنطقة الفنية إسحاء أول محمد مغربي مغربي يبدأ يسلم محمد مغربي عايزة قول لحضراتكم بدايته كان ظهير أيسر يا السلام يا محمد يا شكري سحبة جميلة من شكري لف بيها يلعب لحمد السيد محمد مغربي اللي بقول لحضراتكم عليك كان ظهير أيسر فهي لألفين واحد ثم وظفوا الكابتن محمد شرف في مركز قلب الدفاع لعب يجيد اللاب في أكتر من مركز سواء الزهير الآيسر أو قلب الدفاع تلعبت مرة تانية عند أمير لكن ضياء ضياء وحيد عند صالح لكن يشتت مرة تانية لسه في الملعب أحمد السيد يلمس أحمد السيد لكن خارج الملعب راية من أحمد عبد الغني بنلعب في 8 دقايق من إحداث عمر شوط اللقاء الأول التعادل السلبي ما بين الأهل الأهلي وحرس الحدود أسبوع الحادي والعشرين لبطولة الجمهورية للشباب موليد 99 رمي التماس اللي نادي الإسماعيلي هيلعب اللي نادي حارس الحدود هيلعب حمص أحمد فؤاد حمص الصورة والمشهد كان على محمد شوكري كابتن فريين نادي العلي تلعبت عند اللعب رقم 17 أحمد ضاحي لكن خارج الملعب راية عبد الغني تساب رمي التماس اللي نادي حارس الحدود زي ما قلنا لقاء الدور الأول كان انتهى بفوز الندرالي بأربع أهداف مقابل لا شيء يلعب يلعب إلا أحمد فؤاد حمص يسلعبها زي الركلة الركنية حمص يلعب لكن شكر يقطع صالح نصر أسرع لعب يرقلك من الحالة الدفاعية للحالة اللجومية لكن يا ولد يقطع اللعب بلال بلال يرجع ويسلم لحمص يعني لقاء طويلة سهلة عند رمضان أبو حاطب رمضان يلعب طويلة طولة الأمامية في اتجاه فهد جمعة فهد ومعه عبدو شام لكن ركل حر على الناد الألي ركل حر لصالح والله بلال محمد صاحب القميص رقم 8 في فريق حرس الحدود يلعب محمود عبي شافي وادي أشار حاكم اللقاء خالد جمال الغندور بسناف اللعب لعبت مرة تانية رد أحمد السيد عندي سمير محب مرة تانية ضاحي يلعب مع أمير ضاحي عايز يصوب ويسدد تصويبة لكن سألة عند رمضان رمضان أبو حاطب يمسي الكورت ورمضان حاول يهد الملعب ويبدأ رمضان هقرب له علاء الشربيني أو مغربي هيسلم مع مغربي يسلم لمحمد مغربي مغربي لضياء وحيد ضياء يرجع مرة تانية لنصير نصير يلعب لعلاي الشربيني الشربيني هيمشي علاء يرجع ويسلم مرة تانية لنصير نصير بيسأط مبين مغربي وعلاي الشربيني عشان يعمل حالة الاتصال محمد شوكري شوكري ركل حرة وصفرة خالد جمال الغندور عشر دقايق من أحداث عمر شوط اللقاء الأول تعادل السلبي الأهلي وحرص الحدود يلعب مرة تانية نصير هذه الكورة ومشهد مع محمد شوكري عدى ضياء يرجع ويسلم لمحمد مغربي مغربي بعرض الملعب يبدأ معها علاء الشربيني التحضير من النادلالي لعبة طويلة طولة الأمامية عند فهد مرة تانية يضغط فهد جمعة فهد لكن مقطوع طويلة طولة الأمامية يلمس أمير 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 سعيد يرد علاء الشربيني صراع نص الملعب ومنتصف الملعب نهاردة هيحدده حالة اللي عليها أحمد السيد ومحمد نصير أرى تانية محمد مندوح مندوح يلعب الأمير حاول يحضر فريق حرص الحدود تمرنات على الطلاف الملعب غير ملعب هناك في الجانب إليسر لعبة عندي عبد الشافي عايزي عدي لكن إبراهيم السيد لخارج الملعب راكلة ركنية لفريق وتيم حرص الحدود نلعب في الدياء 11 ودراكلة ركنية رايح صاحب القميس رقم 17 اللعب أحمد ضاحي أحمد ضاحي وراكلة ركنية لفريق حرص الحدود رقابة المانتومان بفرضها لعيب الندراني في الكرات السابتة لعبت على القائم الأول عدت مرت يرد مرة تانية مغربي يشتت محمد شكري يطلع رمضان يمسي الكورت ولكن صافرت خالد جمال الغندور حلت الأمر وراكلة حرة للندلالي يلعب رمضان أبو حطب رمضان التمريلة مع علاء الشربيني ينزل نصير زي ما قلت لحضراتكم نصير اللعب اللي ينزل دايما يستلم من الاتنين المساكين علاء نبيل علاء نبيل أو علاء الشربيني ومحمد مغربي يلعب مغربي مع صالح صالح هداف البطولة 21 هدف في الصدارة منفردا خارج الملعب ضرهاش صح علاء علاء الشربيني لخارج الملعب رمية التماز لفريق حرس الحدود رايح اللعب عبد الشافي محمود عبد الشافي الزهير اللايسر بارد هنشوف عبد الشافي في مركز الزهير اللايسر هنشوف اللعب حمص في مركز الزهير الأيمن وبيقابلهم في النادلالي قادي ركلة حرة وصفرت خالد جمال الغندور احتسب ركلة حرة على لعب النادلالي احمد السيد مكان اكثر من رائع ومميز لفريق حرس الحدود هيروح عبد الشافي شوف عبد الشافي وضحي الركلة الحرة لفريق حرس الحدود رجع الحائط لمنطقة العشر هارضة حكم اللقاء خالد جمال الغندور زي ما حضرتكم اتبعتم معنا الاسبوع الماضي لقاء الاهل وبيرامدز دوري الجامورية مهوليد 2001 على شاشة ملعب الاشبال على شاشة قناة النادلالي وفوز النادلالي بسلاسة اهداف يلعب ضاحي يلعب ويعلق ضاحي يرجعها مرة تانية حكم اللقاء زي ما حاولت لحضراتكم اتبعنا فوز النادلالي على بيرامدز بسلاسة اهداف مقابل لشيء لقاء اللي شفناه على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادلالي بنشوف النهاردة لقاء الاهل وحرس الحدود اتلعبت وتعليت على القائم البعيد رمضان خارج الملعب الروكنية خارج الملعب الروكنية لفريق حرس الحدود ايضا عندنا يوم الاثنين القادم بمشيهة الله قمة بطولة القطاعات موليد 2002 الاهل والزمالك هنا على ملعب النادلالي تمام ساعة الثانية والنصف شاء الله يضغط مرة تانية خارج الملعب ولكن ركلة المرمى يوم الاثنين القادم الاهل والزمالك على ملعب النادلالي في قمة بطولة القطاعات موليد 2002 النادلالي طوق بالبطولة الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهية والختمية بثلاثة اداف مقابل لشيء تقرر المشهد في هذا الموسم الاهل والزمالك اللقاء الاول ان شاء الله على ملعب النادلالي كل التوفيق لأبناء النادلالي في هذا اللقاء فهد جمعة مطوع لسه عملية الربط مع فاد مش موجودة غايب على ملعب النادلالي احمد السيد يلعب ويسلم مع ضياء وحيد القميص رقم 12 يلعب عند صالح صالح ناصر لكن مضغوط عليه مقفول عليه لخارج الملعب التماس لصالح النادلالي تعليمات من الكابتن اسحق اول واقف في المنطقة الفنية لكابتن اسحق تعليمات وتوجيات احمد السيد يلعب مرة تانية نصير محمد نصير قاعدة التمرير يلعب لضياء وحيد ضياء يلعب العرضية يعلى لكن في الشباك الخارجية في سقف المرمى لخارج الملعب ركلة المرمى لفريق حرص الحدود حاول يستغل النادلالي اطرافه عن طريق اللعب ضياء وحيد وصالح ناصر في الجبهة اليسرى القوية للنادلالي ينما الجبهة اليومنا هيبقى فيها ابراهيم السيد واللعب بيسو بيسو واحد من اللعبين اللي دايما بيميل لعمق الملعب يعني بيسو حب يلعب في عمق الملعب تحت فهد جمعة هل بيسو النهاردة في مركز الجناح الهجومي الايمن هنشوفه هيعمل ايه محمد نصير واحد من افضل اللعبين بيسو قرى التانية عبدو جمال يلعب لممدوح ممدوحه معه الشربيني عادة ممدوح لف ميشي ممدوح ممدوح لكن ياخد منها رامي التماس فريق حرص الحدود صفرت خالد جمال الغندور ورامي التماس تمانية وعشرين عام هو عمر حكم اللقاء خالد جمال الغندور مرة تانية رامي التماس تلعبت عند ضحي تلعبت اتعلقت امير امير سعيد زي ما قلت لحضراتكم فريق حرص الحدود مش هاي بالموقف واخد المبادرة صالح ايزعد يضط محمد شوكري لكن مطوع مغربي حل وشتط طويلة فهد جمعة يضط مرة تانية استخلاص عند اللعب احمد ضحي ضحي عايز يغير ملعب لكن يرد ابراهيم السيد يلم مرة تانية احمد السيد ويلعب مع بيسو 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 يلعب بدون عنوان من بيسو طويلة مغربي ضياء وحيد حمص استلم محمد نصير عايز يلعبها سريعة في اتجاه صالح صالح لكن سهلة للحارس مختار كابتر اسحق اول كابتر احمد عبدالزار بيطالب لعب النادي الاهلي بالهدوء وعدم الاستجال امسك كورتك ومره يلعب براحتك طلعبتها طويلة يرد مرة تانية مغربي حمص حمد شكري يضط لكن مرة تانية بيسو زي ما قلت لحضراتكم هيميل للعب للعمق الملعب هو ورجله دايما بتاخده على عمق الملعب صالح يلعب لمحمد شكري شكري يرجع ويلم شكري لم واحدة والتانية شكري يرجع ويمرر لنصير نصير غير ملعب ناك عند ابراهيم لكن ما طوع ودي المرتدة السريعة المرتدة السريعة عندي سمير محب سمير سمير ثلاثة على ثلاثة امير يلعب لكن ما ربطش معه ما طوع مرة تانية يلم لاب عبدو جمال عبدو يدور على سمير ودي تصويبة يمسك رمضان ابو حطب يمسك كورتو بادئ فريق حرس الحدود بنشاط نشاط مكثف من لعب حرس الحدود واخد المبادرة الهجومية قلنا اسم رمضان اكتر من مرة يبدأ مرة تانية ابراهيم السيد محمد نصير يلعب لحمد السيد حضر مرة تانية مع ضياء وحيد ضياء لحمد السيد العلاق نبيل يسلم مع ابراهيم السيد يرجع ويسلم لعلاق الشربين التحضير في منتصف ملعب النادلالي ويتراجع من فريق حرس الحدود لمتصف ملعبه يلعب الطويلة لكن ما طوع وقف احمد السيد ودي راكل حرة لصالح النادلالي راكل حرة على اللعب حمص ضياء وحيد قافل عليه عملية التمرير يلعب امير مغربي يلعب مغربي اللي فاد جمعة مرة تانية ضياء حمد شوكري تشتيت من فريق حرس الحدود الطويلة في هوا لكن علاء الشربين يلمس يرجع مرة تانية مغربي يشتت مغربي لعبه طويلة محمد شوكري يسند لحمد السيد مد السيد عايزة لعبها سريعة في تجاه صالح استلام بكنترول من صالح عايزة عدى عدى مرفات صالح صالح نصر العرضية الأرضية لكن فين على القائم الأول سهل في ايد الحارس المختار قلت لحضراتكم أسرع لعبين إليك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية الجناح الهجومي الأيسر للنادلالي اللعب صالح صالح نصر واحد من أفضل اللعبين وأسرع اللعبين واللعب اللي يقدر ينقلك في أقل وقت ممكن للشق الهجومي يلم مرة تانية اللعب عبد جمال يرجع لعبد الشافي عبد الشافي يسلم لمختار نلعب في عشرين دي من أحداث عمر شوط اللقاء الأول التعادل السلبي ما بين الأهلي وحرص الحدود محمد شوكري يلعب في تجاه صالح صالح ومختار يمسك كورته مختار يمسك كورته وينزل بيا أخطر الجبهات للنادلالي الجبهة اليسر الجبهة الي فيها اللعب صالح نصر دايما هتلاقي اللعب النادلالي بيميل على جبه صالح نصر تلعبت الطويلة ضياء يلمس ضياء محمد شوكري شوكري ركل حرة لصالح النادلالي وصفرت خالد جمال الغندور أرى تانية مختار 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 بيد الملعب هذه صالح نصر زي ما قلت لحضراتكم هداف البطولة تعليمات والتوجيات من الكابت نسحق أول تلعبت طويلة ضياء وحيد يلمس ضياء أرى تانية أحمد السيد العابة طويلة أحمد لكن خارج الملعب رمي التماس لصالح النادلالي استضمت بلعب حرس الحدود وخارج الملعب رمي التماس النادلالي 22 دي من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الأهلي وحرس الحدود الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الجمهورية للشباب موليد 99 أي لعب حمص أحمد فؤاد شهرته حمص الظهير العيمن القميص 25 إلى أم مرة تانية صالح يلعب لشكري شكري لنصير نصير يلعب لعلاق الشربيني علاء لإبراهيم السيد عايز يعدي صافرت خالد جمال الغندور احتسب براك الحرة لصالح أرنادلالي يلعب محمد نصير أكتر لعب لمس الكرة في النادي الآلي لعب محمد نصير لمغربي يرجع مرة تانية أحمد السيد السيد لنصير وسع لنفسه وعدها لعلاق الشربيني مفاش أي حاجة يا كابتن تلعب الطويلة في اتجاه فهد لكن يرد لعب عبدو شيم طويلة عبدو جمال عبدو عايزي لم عبدو لكن مقطوع أحمد السيد إبراهيم ياخد منها رامي التماس النادلالي راية من بها هشام المساعد الثاني رامي التماس للنادلالي تلعب سريع بيسو اتقد النادلالي اتقد بيسو في الجناح بيسو خطورة بيسو في عمق الملعب دايما هتلاقيه بيرمي لعمق الملعب اللاعب بيسو خارج الملعب والله في الملعب تسب خارج الملعب ركلة المرمى رمضان يبدأ سريع زي ما قلنا فريق حرص الحدود واخد المبادرة الهجومية من النادلالي من البداية نصير ينظم صفوف النادلالي مرة تانية محمد نصير يرجع ويسلم لعلاء علاء الشربيني لمحمد نصير للشربيني يضغط مرة تانية النادلالي استخلاص من محمد نصير تمريلة عند أحمد السيد الإبراهيم إبراهيم لكن الضغط عليه ورميد تماث لصالح النادلالي على اللاب محمود عبد الشافي بنلعب في 25 دقيقة من أحداث عمر شهوط اللقاء الأول تعادل السلبي ما بين الهجومية وحرص الحدود اسبوع الحادي والعشرين لبطولة الجمهورية للشباب موليد التسعة وتسعين يلعب علاء الشربيني يلم بيسو بيسو يلعبها طويلة دور على صالح لكن حمص يرجع لحارس مرمى الحارس مختار أحمد السيد عمق منتصف الملعب للنادلالي هيكون الأفضل ويد الأهل الأفضلية بينما فريق حرص الحدود بيلجأ للأطراف بيلجأ للعب أمير سعيد في الجناح الهجومي العيمن واللعب عبد وجمال في الجناح الهجومي الأيصر الأفضلية للنادلالي لو الأهل قدر يمتلك زمام الأمور في منتصف الملعب بمحمد نصير وأحمد السيد أن فريق حرص الحدود بيميل للعب على الأطراف ندلالي محتاج يمسك عمق منتصف الملعب ويبدأ يلعب من العمق وبلاش الكرات الطويلة لأن فريق حرص الحدود رباعي خط دفاع فريق حرص الحدود بيتميزه بطول القامة سواء عبد الشافي أو عبد الشام أو حمص أو بلال محمد تلعب الطويلة هذه اللعب عبد الشام يطلع رمضان بكل ثقة يمسك كورت عايز يبدأ سريعة يلعب عند أحمد لعب محمد نصير الإبراهيم السيد إبراهيم من الجانب الأيمن المرتدة السريعة للنادي الأيمن إبراهيم عدى إبراهيم من الجانب الأيمن عدى ومر ولكن احتسب حكم اللقاء ركل حرة ركل حرة لصالح النادي الأيلي راية بها هشام وصفرت خالد جمال الغندور احتساب ركل حرة لصالح النادي الأيلي هيلعب هنشوف هيروح محمد شوكري بالفعل هو محمد شوكري أخصائي الضربات الثبق للنادي الأيلي محمد شوكري شوكري وركل حرة يلعب بالقدم اليسرى الكرة اللي فيها السوير في الداخل المرمى هدي بعض يعني ككك كده ما بين النعبين والمناوشات لكن حكم المساعد الثاني دكتور بها هشام طبيب بالمناسبة لدكتور بها هشام مساعد الثاني في هذا اللقاء يلعب محمد شوكري ركل حرة للمنادي الأيلي من الجانب الايمن بالقدم اليسرى محمد شوكري يلعب ويعلق شوكري على القائم الأول ضربة الرأس يا ولد يا فهد ضربة رأس قوية من فهد لكن هات محتاجة تبقى أقوى من كده وتوجيه طلع وارتقى اللعب فهد جمعة ولكن آدي فهد شوف لمس فهد وطالع نصير آدي الكورة وآدي فهد والله لو لمست رأس فهد كانت سكنت الشباك ولكن أخطر كورة للنادي الأيلي على مرمى فريق حرص الحدود هيلعب مختار ركلة المرمى اتلعبت طويلة طلالة أمامية مرة تانية عبد جمال مضغوطة على اللاب سمير محب طويلة ضياء عدت لأمير أمير يلعب لكن مين يا أمير سهل عند الحارس رمضان أبو حطب دخلين على 29 دية من أحداث عمر شوط اللقاء الأول وألالي وحرص الحدود تعادل سلبي حتى الآن بدون أهداف مرة تانية أحمد السيد ماطوعة هذا الضغط اللي بيعمله فريق وهذا بيميل اللعب على الأطراف مغربي خارج الملعب رمية التماس هيلعب لعب أحمد فؤاد حمص تعليمات من الكابتن هذا اللعب محمد منضوح بقول لحضراتكم لعب موليد 2002 نهاردة بيقود خط وجوم فريق حرص الحدود حمص بدور لحد يلعب له يلعب عنده ضاحي 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 مضغوط عليه ضاحي يلعب أرضية أرضية مغربي شاتت لسه داخل الملعب استلم صالح لكن خارج الملعب رمية التماس مرة تانية لفريق حرص الحدود هيلعب أحمد فؤاد حمص فؤاد يلعب يلعب مرة تانية مغربي يشتت اللي خارج الملعب رمية التماس تعليمات من الكابتن إسحاء أول والجهاز الفني للنادلالي للعب بالرقابة لسه عملية التنظيم والشكل الفني هذه الكابتن إكرامي زاملت لحضراتكم الكابتن أمين عرابي الكابتن باء الكابتن تامري الدسوي أفراد منظوم القطاع النشئين بالنادلالي تصويبة من اللعب سمير محب لخارج الملعب ركلة المرمة للنادلالي طبعا النهاردة بيغيب عن الحضور في اللقاء الكابتن فتح مبروك رئيس قطاع النشئين بالنادلالي لتواجده مع فريق النادلالي موليد 2006 اللي بيخود بطولة دبي الدولية الودية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالتحديد في مدينة دبي محمد شكري أقول لحضراتكم خبر من الأخبار اللي تفرح وتسعد جمهير النادلالي بعد الكورة دي تلعبت في اتجاه إبراهيم السيد إبراهيم يلعب ويعلق العرضية عد جول 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 هدف أول للنادلالي عن طريق اللعب إبراهيم السيد إبراهيم الزهير العيمن للنادلالي يلعب ويلقى كورة عرضية تغدع الجميع وتغدع حارس المرمة وتسكن الشباك وتعلن عن هدف الأسبقية والأفضلية للنادلالي هدف أول للنادلالي عن طريق اللعب إبراهيم السيد إذن الأهلي في المقدمة بهدف الدية 31 عن طريق الزهير العيمن اللعب إبراهيم السيد هدف يدي النادلالي أفضلية وثقة في اللقاء هذه إبراهيم تلعبت اتعلقت لعبها عرضية لكن الدراج صح الحارس مختار ويكون مع هدف الأول إذن سفينة أهداف اللقاء تتحرك بالهدف الأول للنادلالي هدف عن طريق اللعب إبراهيم السيد بقول لحضراتكم خبر من الأخبار اللي اتفرح جمهير النادلالي فريق النادلالي موليد 2006 اللي بيلعب النهاردة بطولة دبي الدولية قدر يحقق أول فوز ليه في أول لقاء على فريق الوحدة الإماراتي الفوز بأربع أهداف مقابل لشيء في أول لقاء للنادلالي أحرز أهداف النادلالي في هذا اللقاء اللعب عمر سيد معوض أحرز هدفين واللعب محمد أحمد سعد ده الشقيق الأصغر اللعب شهابي الدين أحمد لعب النادلالي أحرز هدف واللعب محمد مماضو أحرز الهدف الرابع أربع أهداف للنادلالي في أول لقاء وأول مباراة في بطولة دبي الدولية على فريق الوحدة الإماراتي النادلالي سيخوض لقاء ثاني اليوم بمشيط الله في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات أمام فريق سلتفيجو الأسباني كل التوفيق للنادلالي في هذا اللقاء إن شاء الله بعد الفوز زي مولت لحضراتكم بأربع أهداف مقابل أهداف عمر سيد معوض الأحرز هدفين واللعب محمد أحمد سعد واللعب محمد مماض أربع أهداف موجود مع البعثة دكتور محمد سراج عضو مجلس إدارة النادلالي رئيسة للبعثة والكابتن فتح مبروك رئيس كطاع النشئين بالنادلالي والكابتن جمال السيد تلعبت طويلة في اتجاهها صالح صالح لو حط جسمه لكن تصل للعب والحارس المرمى مختار بنلعب في 34 دي الأهلي واحد حرس الحدود اللاشئ من هدف أحرزه اللعب إبراهيم السيد طويلة مرة تانية عبدو جمال حاول ينظم صفوفه فريق حرس الحدود مرة تانية تلعبت محمد مغربي تمركز جيد ويقطع ويغطي محمد مغربي يحضر مرة تانية فريق حرس الحدود في منتصف الملعب عبد الشافي مرة تانية محمد مندوح يضغط شكري ميشي شكري تسب حاكم اللقاء ركل حرة لصالح النادلالي اللعب محمد شكري احتسبها حاكم اللقاء خالد جمال الغندور هيا لعب محمد مغربي مغربي يلعب في اتجاه فهد لكن امير امير سعيد واحد من افضل اللعبين لكن خارج الملعب رؤيت احمد عبدالغني المساعد الاول في هذا اللقاء حساب رمي التماس لصالح النادلالي هيا لعب ضياء وحيد مغربي يرجع ويسلم مع رمضان هدف ادى افضلية وادى حالة من الثقة للعب النادلالي يبدأ نصير لضياء وحيد ضياء يلعب لكن امير مغطي استغضمت بامير وخارج الملعب رأم التماس لصالح النادي النادلالي اتلعبت سريع في اتجاه محمد شكري لكن راكل حرة وصفرت حكم اللقاء خالد جمال الغندور احتساب راكل حرة لصالح فريق حرس الحدود 35 دياء من احداث عمر شوط اللقاء الاول الاهلي واحد حرس الحدود لاشيء هدف عن طريق اللعب ابراهيم السيد في دياء 31 من احداث عمر شوط اللقاء الاول محمد نصير يلعبها طويلة عند اللعب بلال محمد بلال يلعب في اتجاه عبدو عبدو جمال ولكن خارج الملعب راكل التماس زي ما قلت لحضركم فريق حرس الحدود هيميل للعب على اطراف الملعب استغلال للسرعات وقوة عبدو جمال وامير سعيد محمد مغربي مغربي يلعب ويعلق طويلة صالح راكل حرة احتسب راكل حرة لصالح النادلالي خالد جمال الغندور لصالح النادلالي على اللعب احمد فؤاد حمص محمد شوكري هاي لعب راكل حرة لصالح النادلالي كبن اسحاء بيوجه تعليمات لمغربي تصحيح الاخطاء اول بول كلموا وتعليمات مستمرة لقلبي الدفاع محمد مغربي وعلاق الشربين يتلعبت من محمد شوكري لكن يرد مرة تانية عبدو جمال احمد السيد ابراهيم السيد ابراهيم يلعب مع الصالح لكن راية من باء هشام تساب راكل حرة لفريق حرس الحدود واحد من الفرق المميزة فريق حرس الحدود وعودته للدور الممتاز من جديد يلعب عبد الشافي مرة تانية عند سمير احتسب هند بول حاكم اللقاء لصالح النادلالي يبدو مرة تانية محمد مغربي حاول مغربي يلعب على دماغ بيزو لكن يرد عبد الشافي سندت من بلال للحارس مختار مختار لازم يعني مختار بعد الهدف اللي سكن مرمى اهتز شوية ثقة في نفسه اهتزت شوية لكن بنقوله ولا يهم كمختار اي حارس مرمى في العالم معرض لهذا الموقف فطبيعي ان اللعب وحارس المرمى يتهز شوية بعد الهدف اللي سكن مرمى خصوصا لو هو جزء من الخطأ في الهدف لكن دور حارس مدرب حراس المرمى معه الكابتن اكرامي احمد هو ينسى خلاص الهدف ينسى اللي عدى وفات ويركز في اللي جاي تصويبة عند رمضان ابو حطب يمسك كورته رمضان عايز يبدأ سريع رمضان خد منها عمله التعطيل اللعب محمد مندوح زي ما قلت لحضراتكم لاعب موليد 2002 اللعب محمد مندوح اينينا على الولد محمد مندوح مرة تانية محمد نصير يرد على اهد نصير ضغط عليه السمير محب مرة تانية احمد السيد محمد شكري ومعاه احمد ضاحي اتلعب الطويلة حمص طويلة من حمص ابراهيم السيد صاحب هدف اللقاء وادي رامي التماس لصالح النادلالي رايت بهاء هشام المساعد الثاني تساب رامي التماس لصالح النادلالي يلعب احمد السيد من لمسة واحدة معه اللعب محمد نصير نصير يحضر مع علاء الشربيني رمضان ابو حطب محمد مغربي مغربي يلعبها طويلة في اتجاه حارس المرمى مختار الخارج الملعب ركلة المرمى زي ما قلت لحضراتكم حرس الحدود واحد من الفرق المميزة اللي ليها علامة وليها بصمة في كرة القدم المصرية بطل كأس مصر لنسختين وبطل كأس السوبر صعد موسم 2002-2003 فريق حرس الحدود وقدم مستويات وقدم نجوم وجيل الذعب لفريق حرس الحدود زي ما قلت لحضراتكم قدر أنه يقتنس كأس مصر وبطولة السوبر المصري أكبر فوز كان حققه حرس الحدود كان على نادي الزمالك بخمس أهداف مقابل لشيء موسم 2005 خماسية عمر الدالي ومحمد حليم الموجود رئيس قطاع النشئين الحالي محمد حليم خماسية عمر الدالي وحليم ومحمد مكي حنفي كابتن هشام أيضا الموجود نائب للرئيس قطاع النشئين بالنادي العلي وأخيرا أحمد عيد عبد الملك كان أكبر فوز لفريق الحرس بخماسية على نادي الزمالك موسم 2005 جيل الزعب لفريق حرس الحدود حليم ومكي والهردة وعيد عبد الملك وكميني وشام حنفي وحليم وعمر الدالي إلعب مرة تانية محمد نصير مدرسة ومنظومة متكملة ومنظمة منظومة حرس الحدود حمد نصير ياخد راكلة حرة راكلة حرة وصفرت حكم اللقاء خالد جمال الغندور احتساب راكلة حرة لصالح النادي محمد شكري بالتخصص 41 دية من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الأهل واحد حرس الحدود إلا شيء تعليمات من الكابتن بادران تعليمات من الجاز الفني للنادرالي كابتن متحطة اسمعين والكابتن اسحاء والكابتن عبد الزار للعب الندرالي حمد شكري يلعب ويعلق شكري يرد مرة تانية دفاع حرس الحدود راية صفارة راكلة حرة غير مباشرة لفريق حرس الحدود لفريق حرس الحدود هيلعب عبد الشافي شفناش عبد الشافي فيه الواجب والشق الهجومي أيضا حمص نفس الأمر الشكل الهجومي لفريق حرس الحدود بيرسمه لعب أمير وعبده ومحمد مندوح راكل حرة وصفرت خالد جمال الغندور احتساب راكل حرة لفريق حرس الحدود شوط أول في لحظاته الأخيرة والدهاي الأخيرة المنعطف الأخير من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الألية تقدم على حرس الحدود بهدف مقابل لشيء هيلعب شايف صاحب القميس رقم 17 اللعب أحمد ضوحي ومعه حامد حامد خالد وأحمد ضوحي اللي اتنين على الكورة حامد ضوحي يصوب يا ولد تصويبة قوية من ضوحي ولكن خارج الملعب راكلة المرمأ لصالح النادر آلي هيلعب رمضان أبو حطب راكلة المرمأ للنادر آلي هيأمن النادر آلي ويطلع الشوط في شوط اللقاء الأول متقدم بادف يفرق مع لعب النادر آلي وجهازهم الفني حمد شوكري شوكري عايز يعد يلعب في اتجاه صالح صالح نصر واحد على واحد صالح عايز يعد صالح لكن الضغط عليه احتسب حاكم اللقاء راكلة ركنية للنادر آلي ضغط وقفل عليه اللعب عبدو شم رقم أربعة راكلة ركنية للنادر آلي شوف محمد شوكري تخصص الدربات الثبتة للنادر آلي اللعب محمد شوكري هيلعب شوكري يلعب ويعلق على القائم الأول فهد جمع يطلع ويلمس لكن عدت عندي نصير محمد نصير 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 عايز يعد يلعب عرضية ضعيفة ما تعديش تيرجع مرة تانية ياخد منها الندر آلي رامي التماس هيلعب إبراهيم بنلعب في دي أربعة واربعين من أحدان ثمر شوط اللقاء الأول علاء الشربيني الشربيني يلعب مع ضياء وحيد ضياء يلعب ويغير ملعب جميلة في اتجاه إبراهيم السيد إبراهيم يلعب لنصير حمد نصير يعلق ويلعب العرضية الصالح نصر عايز ياخد المزدوجة الخلفية ولكن ما تكمل شي لخارج الملعب ركلة المرمى لفريق حرس الحدود هنشوف كم ديها هتكون وقت محتسب بدل ضايع عن أحداث عمر شوط اللقاء الأول احنا بنلعب خلاص في آخر ديها من أحداث عمر شوط اللقاء الأول الأهل يتقدم على حرس الحدود هذه الكورة وهذه المشهد حاب لعب صالح نصر ياخدها مزدوجة خلفية يلعب علاء الشربيني طويلة ضياء وأمير ضياء وأمير ضياء مبدأ الأمان مبدأ السلامة مش عيب اللي عمله ضياء هو ده الصح هو ده دايما اللي بنول علي للعبين مبدأ الأمان ومبدأ السلامة مش عيب اللعب رامي التماس اللعب فؤاد فؤاد آدي المدعبات ما بين الجازين الفنيين الكابتن ميت حطاء اسماعيل الكابتن بادران يعني دايما لقاتل الأهل وحرس الحدود بتكون مثال للروح الرياضية وعنوان للروح الرياضية شوط أول بيلفز أنفاسه الأخيرة الأهل يتقدم على حرس الحدود بهدف مقابل لشيء حرسوا اللعب إبراهيم السيد هيلعب دي يا واحدة وقت محتسب بدل ضايع عن أحداث عمر شوط اللقاء الأول اتلعبت عند أمير أحمد السيد ياخد منها الناد الأهلي رامي التماس هيلعب دياء وحيد هلم ورقنا في شوط اللقاء الأول الأهلي يتقدم على حرس الحدود بهدف مقابل لشيء عن طريق اللعب إبراهيم السيد تلعبت من اللعب ضاحي مأمن مغربي 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 هيشي المغربي يلعب مع دياء يلمس ضاحي يلعب ويعل ضاحي لكن لخارج الملعب مع دي ركلة المرمى لصالح الناد الأهلي هيلعب رمضان أبو حطب بص في ساعته خالد جمال الغندور وبالفعل ها هي صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول يطلق خالد جمال الغندور حاكم اللقاء بتقدم الناد الأهلي على فريق بسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية عزائي المشاهدين عزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي نلتقي سويا وأحداث شوط اللقاء الثاني ما بين الأهلي وحرص الحدود ضمن فعليات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الجمهورية للشباب موليد تسعة وتسعين شوت أول انتهى بتقدم الناد الأهلي بعدف مقابل لشيء أحرزوا اللقاء إبراهيم السيد هنشوف الشوت الثاني كلا الجازين الفنيين كابتن متحطة أسماعيل المدير الفني للناد الأهلي كابتن بدران البدران علي المدير الفني لفريق حرص الحدود قال إبن شوطي اللقاء كل شكر لملعب الأشبال الكابتن أسامة حسني والكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال نرجع لأحداث اللقاء على إدنا اليمين هيبقى فريق حرص الحدود على إدنا الشمال الناد الأهلي لقاء يديره تحكميا التقم تحكيم بقيادة خالد جمال الغندور حكم الساحة مساعد أول أحمد عبد الغني المساعد الثاني بهاء هشام فريق حرص الحدود بيدخل شوط اللقاء الثاني دون إجراء أي تبديل أيضا الناد الأهلي دون إجراء أي تعديل أو تبديل شوط أول زي ما قلنا الناد الأهلي قدر من خلاله أنه يقتنس الأسبقية والأفضلية بعدف أحرزه اللعب إبراهيم السيد كان واخد المبادرة الهجمية من بداية أحداث اللقاء بداية شوط اللقاء الأول فريق حرص الحدود واستغلال سرعات وقوة عبد جمال وأمير سعيد لكن الناد الأهلي قدر أنه يخطف الأفضلية بعدف عن طريق إبراهيم السيد اتلعبت اتعلقت سهلة لرمضان أبو حطب في شوط اللقاء الأول أيضا من مباراة حرق الإسماعيلي ومصر المقاصة أقول لحضركم النتيجة اللي انتهى بها شوط اللقاء الأول كان تقدم الإسماعيلي على مصر المقاصة بهدف مقابل لشيء والأهلي يتقدم أيضا على حرص الحدود بهدف مقابل لشيء صراع القمة ما بين الأهلي والإسماعيلي وإمبي ومصر المقاصة اتلعبت طويلة صالح مأطوعة من صالح حمص يرجع ويسلم مغربي مغربي يا لعبة طويلة طولة الأمامية مغربي عبدو شام طويلة من عبدو لكن يسند مرة تانية علاء الشربيني محمد شوكري حط جسمه يلعبه في تجاه بيسو خارج الملعب لرمية التماس هيلعب محمود عبد الشافي عبد الشافي يلعب رمية التماس يرد أحمد السيد مرة تانية هشام أحمد السيد حضراتكم قادم للنادي الأهلي من مياه البحيرة يرجع ويسلم اللعب رقم 12 حامد خالد يرد علاء الشربيني حمص وموجة صالح ناصر تقد المكان المحبب لصالح يعني الجبهة اليسرى دايماً بيجيد اللعب صالح ناصر في مركز الجناه الهجومي الأيسر يلعب رمية التماس عند أمير ماطوع يلم فهد يرجع ويسلم لمحمد مغربي تحضير من لعب النادي الأهلي مغربي يلعب ويطول طلال أمامية نصير لم نصير عدى نصير التمريرة لمحمد شكري اصبت الباص يا رجال محمد نصير وشكري لكن ماطوع تلعب الطويلة افتجاه عبد جمال معها علاء الشربيني عامل العمق والتمركز والتخطية الدفاعية يلعب علاء الشربيني وياخد منها ركلة المرمى لصالح النادي الأهلي يلعب يلعب رمضان أبو حطب ركلة المرمى للنادي الأهلي بنلعب في خمس دايم من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني الأهلي في المقدمة بادف أحراز واللعب إبراهيم السيد عرة تانية صالح ناصر صالح هيعدي يصوب تصويبة من صالح لكن بدون عنوان لخارج الملعب ركلة المرمى لصالح نادي حرس الحدود هيلعب الحارس مختار نهاردة على مقاعد أبو دلاء النادي الأهلي حمد طارق عبد الرحمن رجب عبد الرحمن ياسنجاب محمد بشار ياسين علي زياد طارق سيد محمود مصطفى فوزي وفادي محمد نمع على مقاعد أبو دلاء فريق حارس الحدود حارس مروان محمد فارس عزة ياسين وعمر عماد مصطفى عمر محمد رضا ومحمود متولي هنشوف كل مدير فاني هيستخدم مين من الأوراق البديلة الموجودة معاه هيستعين بمين من الأوراق البديلة مرة تانية بيسو عبدو شام يلعب عبدو مغربي لمسة واحدة مغربي حامد حامد يلعب لعبد الشافي راكلة حرة وصفرت حكم اللقاء خالد جمال الغندور احتساب راكلة حرة لفريق حارس الحدود هذه المشهد و هذه الكرة و هذه التدخل جذب للاعب من قميص اللعب حامد خالد احتسابه خالد جمال الغندور راكلة حرة لصالح فريق الحرس اتلعبت سريع داخل مربع العمليات لكن اتسندت كانت ضربة رأس من اللعب عبد الشافي ولكن لخارج الملعب راكلة المرمى لصالح النادي الاهلي الاهلي هيلعب رمضان ابو حاطب راكلة المرمى للنادي العلي هدوء في شوط اللقاء الثاني يرجع مرة تانية ويسلم بلال ابراهيم وعبدو جمال لكن حط جسم احمد السيد يخذ مرة تانية عبدو جمال هدف حرس الحدود سابع هدف حامد حامد خالد العابة عرضية لكن سهلة عند رمضان ابو حطب عايز يبدأ السريع عند صالح نصر صالح لكن طويلة خارج الملعب رمية اتماس لفريق حرس الحدود هيلعب احمد دفويد حمص داخلين في سبع دائم من احداث عمر شوط اللقاء الثاني لازال التقدم والافضلية والاسبقية للنادي على فريق حرس الحدود بهدف مقابل لشي احرزوا اللعبة برايم السيدة لعبة طويلة فات يلمس لصالح صالح استعجل في عملية القرار استعجل في القرار اللعبة صالح نصر واخد القرار من قبل ما الكورة الطب من قبل ما تنزل محتاج ان صالح اقف عليها واهد عليها شوية صالح ودوس على الكورة واروح بيها لكن واخد القرار واستعجل في القرار صالح طويلة خارج الملعب رمية التماس هيلعب رمية التماس فريق الحرس مرة تانية صالح نصر هيعدي لكن خارج الملعب رمية التماس مرة تانية لفريق حرس الحدود هيلعب فواد فواد محمد ممدوح تلعبت في اتجاه عبد الشافي عبد الشافي ومع بيسو عبد الشافي وبيسو واقع بيسو واقع بيسو و لخارج الملعب من لعب حرس الحدود عبد الشافي كل السلامة لبيسو نزل له دكتور اسامة مصطفى طبيب الندراني كل السلامة لبيسو صدام في الكرة الاخيرة لكن هيقوم بالسلامة مفوش اي حاجة بيسو هذه الصورة وهذه المشهد يعني صدام خفيف كده في وجه اللعب يعني بقينا نخاف في قطاع النشئين او في الفريل اول هذه الصورة والمشهد بيسو مع الدكتور اسامة مصطفى بقينا نخاف من لحظات سقوط اي لعب يعني الاصابات مؤخرا في لقاء بيرامدز الاخير واصابة اللعب احمد اشرف تتمنى له كل السلامة صابت احمد اشرف لعب الندراني موليد 2001 بقت فيه الرباط الصليبي نتمنى له كل السلامة يعني كان نتطرح وفتح ملف الاصابات الكابتن اسامة حسن في برنامج الاشبال كلمنا جماعة على الملاعب الملاعب اللي بيلعب عليها اللي نشئين بنشوف اسوأ الملاعب بنشوفها في مباريات وبطولات النشئين في المفترض ان اللعب في سن النشئين لازم يلعب على افضل الملاعب بنتفاجئ بنلعب على ملاعب ماينفعش اللعيبة تمشي عليها مش تتمرن عليها ولا انها تلعب عليها اي لقاءات ده الى جانب ملاعب النجيل الصناعي الخطر الاكبر ياريت يا جماعة تنبيه وتحذير ودايما بننوه ودايما بنقول ملاعب النجيل الصناعي الخطر الاكبر على مستقبل كرة القدم المصرية ملاعب النجيل الصناعي بتأثر على مراكز النمو بتاع اللعبين لعيبة النادر الاهلي لعيبة النشئين كلها بتلعب مباريات في بطولات وقطعات النشئين على ملاعب النجيل الصناعي كما زي ما قلنا مرارا وتكرارا ملاعب النجيل الصناعي الصناعي ممنوع في اوروبا لعب مباريات النشئين على اي ملعب نجيل الصناعي فيش ممنوع اي لعب في مرحلة النشئين يلعب او يتمرن على ملعب نجيل الصناعي شوف تبديل أول للنادراءالي الحاوة بتاع النادراءالي اللعب زياد طارق واحد من اللعيب اللي دايماً بيران عليها الكابتن أسامة حسني شوف زياد الطارق ورأ بديلة قادمة للنادراءالي بديلة للعب بيسو زياد لعب النادراءالي موليد 2000 هينزل زياد هيطلع اللعب بيسو في تبديل أول للنادراءالي زياد بديلا للعب بيزو ورقة بديلة زياد بياخد الجناح الهجومي لايمن واحد من اللعيبة اللي دايما زي ما قلت لحضراتكم كلم عنهم الكابتن أسامة حسني في برنامج ملعب الأشبال وفي برنامج الأشبال واحد من اللعيبة الموهوبة والمهارية في النادلالي زياد طارق تلعب الطويلة داخل مربع العمليات عند اللعب مغربي لكن يطلع ويمسي الكورت ومختار اتمنى نيرجع مرة تانية وموجود معانا الكابتن محمد حشيش في ملعب الأشبال نكلم ونعيد مرة أخرى عملية الملاعب الملاعب يا كابتن محمد الملاعب للمسؤولين في الاتحاد المصري لقرة القدم شغلين نفسنا بالرد على الجماهير وشغلين نفسنا بأمور بعيدة تماما يعني الكلام بنقول الكلام بدون أي رتوش وبدون أي جماليات شغلين نفسنا بإرضاء طرف على حساب الطرف وبنهمل أهم نقطة قاعدة الناشئين وبنهمل أمر في غاية الأهمية لازم نهتم بالملاعب يلعب محمد مغربي يلعب عند صالح نصر يلعب مرة تانية مقطوعة عند يلعب محمد مندوح ومع مغربي يضغط مغربي بكل قوة مغربي وقع محمد مندوح نتمنى له كل السلامة زي ما قلنا في بداية اللقاء وقع محمد مندوح نتمنى له كل السلامة زي ما قلنا ملعب الأشبال ودائما وابدا قناة النادلالي بتطل علينا في لقاءات حصرية ومباريات الناشئين تطابع مواقع وصفحات السوشيال ميديا بتطابع مباريات قطاع الناشئين بالنادلالي أي حاجة فيها ريحة النادلالي تلاقي جماهير النادلالي ومتابع شاشة النادلالي أو متابع ومحب النادلالي في كل مكان متابعين أي حاجة في ريحة النادلالي سواء مباريات الناشئين مباريات الفري الأول لعب الأخرى تلعب الطويلة نكمل كلامنا بعد كورة اللعب زياد زياد استعجل في التمهير زياد مشي زياد يلعبها زياد في اتجاه صالح لكن ما طوع أحمد السيد لعبها تمريرة في اتجاه صالح صالح نصر صالح يلعب ويطلع ضياء وحيد ضياء يلعب العرضية يلعبها عرضية لكن خارج الملعب معدي ركلة ركنية للنادي الأهلي جماهير النادي الأهلي دايما بتدور على أي حاجة فيها ريحة النادي الأهلي سواء نشئين أشبال براعم ألعب أخرى هندبول باسكت باسكت أو لعبة كرة الطائرة أي حاجة فيها ريحة النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي بتدور عليها وامتبع كل أخبار فرق قطاع النشئين بالنادي الأهلي هيلعب محمد شكري هي كده هي معادلة معادلة كبيرة جماهير النادي الأهلي دايما بتفتخر بكل شيء صالح يلعب عدة مرة حمص والله عبدو شام تلعبت في التجاه عبدو جمال عبدو جمال حامد يعلق حامد علاء الشربيني مرة تانية عند إبراهيم لكن يلم اللعب سمير سمير محب ضغط محمد نصير لزياد طارق زياد تلعبت في التجاه محمد نصير ماطوع عبدو شافي عبدو شافي كل السلامة لعبدو نزله الجهاز الطبي لفريق حرس الحدود كل السلامة لعبدو زي مولت لحضركم جماهير النادي الأهلي بتفتخر بأي شيء فيه قيمة وريحة النادي الأهلي أيوة احنا جمهور النادي الأهلي نفتخر برموزنا بنفتخر بنجمنا نفتخر دايما على مدار تاريخ النادي الأهلي نفتخر بالرموز اللي عدت ومرت وفاتت على النادي الأهلي ولما قلنا أنا الأهلي انتم مين كل واحد عارف كان قصدنا إيه بنفتخر بكل فرض ارتدك قميص النادي الأهلي بنفتخر بالرموز بنفتخر بجمهورنا أيوة بنفتخر بجمهورنا وما نقبلش ان حد في يوم الأيام يطلع يتكلم على جمهور النادي الأهلي احنا بنفتخر بجمهور النادي الاهلي بنفتخر بالحج حليم رحمة الله عليه وقفته بنفتخر بعام وزة وعم حاربة وعم حسين بنفتخر بالغندور رحمة الله عليه بنفتخر بأنس وكريم خزام وكريم جونيور بنفتخر بيوسف حمادة وكل شهيد من شهداء النادي الاهلي احنا بنفتخر برمزنا ونفتخر بكل فرد وقف شجع في يوم الايام النادي الاهلي عرفتوا لما قلنا انا الاهلي وانتم مين كان قصدنا ايه بنفتخر بمدربين كتير مرت على تاريخ النادي الاهلي بنفتخر بهدوكوتي وفايتسيا وآلان هاريس واتسوبل وهولمن ومن والجزيل الاهلي قصة وحكاية كبيرة فيها فصول كتير أعظم سطر فيها جيلة بيسلم جيل هي دي حكايتنا وهو ده النادي الاهلي بنفتخر بكل فرد داخل النادي الاهلي بنفتخر بالتتشا وصالح سليم بنفتخر بحسن حمدي والخطيب بنفتخر برموز النادي الاهلي اللي مرت وعدت وفاتت على تاريخ النادي الاهلي اللي بيلبس قميص النادي الاهلي يوم بيعيش عليه العمر كله بدون مجاملة اللي بيمشي من جنب صور النادي الاهلي بيقولك أنا مشيت من جنب صور النادي الاهلي اللي بيلعب بقميص النادي الاهلي يوم بيقولك أنا كتب في السيفي بتاعه أنا لعبت في النادي الاهلي لعيب اللي بيخرج من النادي الاهلي بييندم على اليوم اللي خرج فيه من النادي الاهلي والسجل طويل اوعى في يوم من الأيام تعاند جمهور النادي الأهلي وهو في يوم الأيام تيجي على جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي ليه دايما بنيجي على الحلقة الأضعف ليه دايما كل كلامنا على الجمهور الرمضان لكن يشتت إبراهيم السيد ليه كلامنا لا جمهور النادي الأهلي هو عارف اللي ليه واللي عليه يرجع مرة تانية عبد الشافي تلعب ببارد الملعب يرد مرة تانية عند اللعب أمير أمير سعيد تلعبت عرضية يرد مرة تانية مغربي صالح ناصر صالح طويلة افتجاه فهد فهد اشار باستئناف اللابة حاكم اللقاء يلعب بلال طويلة من بلال نادي الاهل يا جماعة في اخر 19 سنة اخر 19 سنة الاهل عامل رقم قياسي بالتحديد منذ عام 2000 الاهل لعب 17 نهائي بطولة افريقية في 19 سنة 17 نهائي بطولة افريقية احرز منها النادي الاهلي 13 بطولة افريقية عبارة عن 6 دوري ابطال افريقيا 6 سوبر افريقي واحدة وبطولة كونفيدرالية ما خرجتش جمهيري النادي الاهلي في يوم من الايام وقالت لك احنا ما كاننا الدور الاسباني او الدور الانجليزي ادي قيمة جمهور النادي الاهلي فعز ما النادي الاهلي كان بيكتسح الاخضر واليابس اللي حضراتكم رقم قياسي عالمي في 19 سنة بيلعب 17 نهائي بطولة افريقية في الوقت اللي احد الاندال افريقية تلاقيه في 19 سنة في اخر 19 سنة لعب 3 نهائي دوري لعب 3 نهائي لبطولات افريقية 2 دوري افطال ويه بطولة سوبر وجمهيري بتقولك احنا بطل احنا نلعب في الدور الاسباني عرفتوا قيمة جمهور النادي الاهلي ايه عرفتوا عقلية جمهير النادي الاهلي ايه هو ده الفرق الفرق كبير الفرق كبير ودايما هيفضل الفرق كبير قيمة النادي الاهلي من قيمة وعظم الجمهور كل السلامة للاب حرص الحدود النادي الاهلي حدودة كبيرة وارقام كتير بنتكلم عنها لحضراتكم رقم قياسي مسجل للنادي الاهلي في اخر 19 سنة فيش نادي في العالم في اخر 19 سنة لعب نهائي 17 بطولة قارية هيلعب محمد شكري هنقرب في اقرب فرصة هنرجع ونستكمل احدثنا وادي يا ولد يا ولد صالح يطلعها من قلب المرمى من قلب المرمى اللعب احمد ضاحي صاحب القميص رقم 17 عدت صالح صالح يسند هاند بول لمست يد لمست يد وارق لحرة على النادي الاهلي وتابعنا في الفترة الاخيرة مباريات دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية الافريقية ارض لعبت مع اصحابها الارض لعبت مع اصحابها ترجي قدر يفوز بهدفين نادي الاهلي طلق الهزيمة خارج ملعبه من سيمبا التنزاني وبقي النادي الاهلي متسيد المجموعة وبقي النادي الاهلي اول المجموعة فريق شبيبة السورة حق الفوز على فيتا كلاب بهدف وبعد ما كان متزيل المجموعة صعد للمركز الثالث ايضا في الكونفيدرالية الارض لعبت مع اصحابها الزمالك متزيل المجموعة الرابعة ادري حقا تعادل ثمين مع المتصدر فريق ناصر حسين ضاي الجزائري شان ينفرد ناصر حسين ضاي بالمركز الاول باربع نقاط يالي جورمهيا وبيترو اتلتكو اتلتكو الانجولي ثم الزماء الزمالي في المركز الرابع ايضا باقي المجموعات فقارة فورصة هنتكلم على زي ما قلنا الارض خدمت اصحابها خدمت فريق حرية كوناكري فوزوا على فريق بلاتينيوم وايضا فريق الترجي فوزوا على اورلاندو الافريقي التونسي اتعادل مع مازينبي في دور ابطال افريقيا نرجع لاحداث اللقاء هيلعب رمضان ابو حاطب رمضان هيلعب رمضان لعبة طويلة طولة الامامية محمد مندوح عدة احمد السيد العبة طويلة احمد السيد وراكل حرة وصفرت حاكم اللقاء راكل حرة لصالح احمد السيد وصفرت حاكم اللقاء خالد جمال الغندور بنلعب في 22 دقيقة من احداث عمر شوط اللقاء الثاني الاهل يتقدم على الحرس بهدف مقابل لشيء هيلعب محمد شوكري فاقرب فرصة ايضا من اللقاء نستكمل حدثنا عن المشوار الافريقي للندلالي كل التوفيق للندلالي في اللقاء القادم يوم يوم السبت القادم امام فريق الانتاج الحاربي يلعب محمد شوكري ويعلق طويلة لكن يرد مرة تانية اللعب سمير صالح لفهد جمعة مقفولة على فهد طويلة الطولة العمامية علاء الشربيني استناها الطب استناها تعدي ما كانش ينفع استناها مرة تانية يلهم احمد السيد احمد السيد العابة طويلة يلهم مرة تانية اللعب سمير محب في نص الملعب سمير لمحمد مندوح مندوح عدى اللعب فؤاد فؤاد ميشي يلعب بعرض الملعب عند عبد الشافي عبد الشافي عبد الشافي يصوب عبد الشافي ولا منها تصويبة ولا كرة عرضية لخارج الملعب مع عبدية رمية التماس اللي صالح النادي العلي هنشوف اللعب السيد محمود السيد الكناريا اللعب الوافد الجديد في انتقالات يناير للنادي العلي من فريق الداخلية في ظهوره الرسمي الاول مع النادي العلي اللعب السيد محمود القادم للنادي العلي من فريق الداخلية في اول ظهور رسمي لي مع النادي العلي شوف مين اللي طالع في النادي العلي اعتقد هيطلع اللعب ضياء ضياء وحيد هينزل السيد محمود محمد شكرا يروح لمركز الزهير الايسر السيد محمود هيضم العمق الملعب ويلعب تحت رأس الحربة فهدو جمع هيخرج ضياء يعني زي ما قلنا كل التوفيق للنادي الألي في المشوار الإفريقي بطولة غيبة عن النادي الألي منذ عام 2013 كل التوفيق النادي الألي ان شاء الله متصدر مجموعته في دور أبطال إفريقيا ان شاء الله بالتوفيق في اللقائينا القادمين أمام فيتا كلاب الكنغولي وشبيبة السورة الجزائري ان شاء الله تحقيق النادي الألي الفوز في اللقائيين بمشيئة الله أو الفوز في أحد اللقائيين يصعد رسميا لدور الثمانية كل التوفيق بإذن الله لفريق النادي الألي ملك المتوج على عرش القرى السمراء بـ 20 بطولة قارية بطل دور الأبطال بـ 8 بطولات يعني لازم يا جماعة نراعي برضو فرق الأفريقية أحد الأندل الأفريقية عنده جيل عنده جيل وصل لعمره 17 سنة ما يعرفش كاس أفريقيا بيتشالي ازاي هيلعب رمضان أبو حطب رمضان ولزال التقدم للنادي الألي بهدف مقابل لشيء نلعب في 25 دي من أحداث وامر شوط اللقاء الثاني واحد الندل ألي لشيء حرص الحدود قاد الله بحامد يعلق ويلعب العرضية خارج الملعب خارج الملعب لركلة المرمى واقع محمد شوكري في المشا دول كرة اللي فاتت كل السلام هيقوم بالسلامة إن شاء الله حمد شوكري عمل تبدلين الكابتن متحطى إسماعيل تتبقى للنادي الألي تبديل واحد نزل اللعب زياد طارق ونزل السيد محمود خارج بيسو وضياء وحيد تلعب الطويلة عند محمد نصير محمد مندوح مندوح يلعب عند أمير أمير في الجانب الأيمن حاول يحضر أمير أمير يرجع أمير ويعدي يسلم مع اللعب سمير ولعب الشاف اللي خارج الملعب ركلة المرمى للنادي الألي هيلعب رمضان أبو حطب هذه أيضاً الورقة البديلة اللي ألقى بها فريق حرس الحدود اللعب يسين هذه الأوراق البديلة نزل بديلة للعب عبدو جمال أحمد ضاحي يلعب في اتجاه عبد الشافي عبد الشافي وإبراهيم مع إبراهيم السيد لم إبراهيم يلعبها في اتجاه زياد يلا يا زياد المهارة عند النادي الألي ممثلة في زياد لكن ارتداد سريع من الولد أحمد ضاحي والله حامد مقطوع صالح يلعب معه فهد عدهالو يا ولا الجميلة صالح نصر صالح مشي عده صالح العرضية صالح يلعب عرضية على القائم الأول لكن يقطع حامد لخارج الملعب ركلة ركنية لصالح النادي الأهلي هيلعب ركلة ركنية جاي محمد شكري محمد شكري والركنية لصالح محمد شكري هيلعب محمد شكري شكري مرة تانية يلعب على القائم الأول لكن لخارج الملعب ركنية يلعب زياد محمد شكري عايزي للم ويعدي يلعب على القائم الأول لكن تغطية دفعية مرة تانية سمير محمد منضوح لكن مضغوط عليم نحمد السيد لخارج الملعب يلم ضاحي علاء الشربيني قافل لخارج الملعب رمية التماس رمية التماس عبد الشافي قاء هادي ما بين الفرقين في شوط اللقاء الثاني عبد الشافي يليم مرة تانية يسين سمير يلعب في اتجاه سمير والله أمير أمير سعيد أمير من الجنب الأيمن أمير ومحمد شكري أمير يعلق ويلعب العرضية يلمس ويطلع من العالي والله علاء الشربيني عبد الشافي قافل عليه إبراهيم خارج الملعب وإبراهيم السيد صاحب هدف اللقاء ومعه حكم اللقاء خالد جمال الغندور شوف اللقاء هيودين الفين مما بين الفرقين ولزال التقادم للناد العالي بهدف مقابل لشيء أحرازه اللعب إبراهيم السيد هذا عبد الشافي عد عبد الشافي لكن تصويبة حاب بلعبها تصويبة والله عرضية عبد الشافي لكن استضمت وقع إبراهيم محمد شوكري على العرضية كرة صالح اللي شالها من على خط المرمى الليها برقم سبعتاشر أحمد ضاحي في أخطر كرات النادلالي في شوط اللقاء الثاني يلعب حامد حامد يطلعها بروح رياضية مرة تانية ويرجعها للنادلالي الروح الرياضية ما بين الكابتن بادرون ويقل جاز الفني للنادلالي التعليمات للعبي فريق حرس الحدود يرجعه الكرة مرة تانية للنادلالي يلعب إبراهيم السيد مرة تانية تلعب الطويلة محمد شوكري اللي معنزول للعب السيد محمود بمركز الزهير اللايسر بدلا للعب ضياء وحيد يضغط مرة تانية عبدالشافي عد عبدالشافي عبدالشافي يصوب طمعيته الكرة طمعيته الكرة عبدالشافي عبدالشافي رفع عينيه وفكر يلعب بالعرض لكن الكرة طمعيته الكرة طمعيته وخدعته وصوب وسدد لكن لخارج الملعب ركلة المرمى لصالح النادي الاهلي لكن لم وعد عبدالشافي لكن الكرة خدعت عبدالشافي خدعته طمعاته الكورة وهذه المشهد مرة تانية يدي عبدالشافي عدال نفسه حلوة حلوة يا ولد يدي عبدالشافي ورفع عينه هل يلعب بالعرض مرة تانية يرد اللعب بلال يدي عبدالشافي رافع عينه وصوب وسدد وخذ القرار يرجع مرة تانية لخارج الملعب رمية التماس والله أشار براك لحرة حكم اللقاء محمد مغربي هادي نصير لعب اللي بيضبط الاقاع في منتصف ملعب النادر علي محمد نصير تلعبت من مغربي يطلع عبدالشافي لكن أشار بسناف الله بحكم اللقاء يلعب مرة تانية محمد هيلعب عبدالشافي رمية التماس إبراهيم يلمس إبراهيم لكن يرد مرة تانية حمد مندوح يشتط إبراهيم يلعبه لكن زياد يقطع زياد يحط جسمه زياد زياد واحد من العيبة المهرية في الندر واقع لعب بلال نتمنى له كل السلامة لبلال لعب فريق حرس الحدود صاحب القميص رقم تمانية هيلعب رامي التماس فريق حرس الحدود حمد بروح رياضية رجعه مرة تانية لحارس المرمى رمضان هدوء في أحداث اللقاء والعلي يتقدم بهدف مقابل لشيء أحرزوا اللعب إبراهيم السيد في ديئة 31 من شوط اللقاء الأول مغربي يطول مغربي مرة تانية منتصف الملعب عند اللعب ياسين أحمد السيد السيد محمود يلعب ويمرر في اتجاه زياد زياد طارق زياد هيمشي زياد زياد لكن اتقطعت من زياد علاء الشربيني هذه الكابتن إسحاء وتعليمات يرجع لأحمد السيد علاء الشربيني يلعبها طويلة طولة الأمامية يلمس سمير محب سجال في نص الملعب وهذه صافرت خالد جمال الغندور ومعها أول انذار في أحداث اللقاء أول انذار من نصيب اللعب السيد محمود أول انذار من نصيب اللعب السيد محمود لعب النادلالي وركل حرة لفريق حرس الحدود بلعب في الدية 34 من أحداث ثومر شوط اللقاء الثاني ولها ليتقدم على حرس الحدود بهدف مقابل لشيء هيلعب بلال بلال لعبها طويلة الطولة الأمامية يرد مغربي صالح نصر صالح عد صالح صالح ماشي صالح ماشي من الجانب لايسر صالح صالح لعبها عرضية في اتجاه زياد زياد لا يا زياد لا لا يا زياد لا لخارج الملعب ركلة المرمى زياد يقدر فرصة هدف ثاني للنادي اللعب زياد قطع صالح نصر من الجانب الجانب الايسر الجناح الهجوم الايسر ولعبها بالعرض ولكن اللعب زياد يلعب زياد لخارج الملعب ركلة المرمى لصالح نادي حرس الحدود يلعب مرة تانية حامد حامد يلعب طويلة إبراهيم في اتجاه فهد جمعة فهد 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 وبلال بلال ياخد منها ركلة حرة صفرة موفقة من حاكم اللقاء هيلعب بلال بلال يلعب طويلة طولالة أمامية مرة تانية عايزي لم السيد محمود لكن ياخد ركلة حرة وصفرة خالد جمال الغندور ركلة حرة لصالح النادي العلي دور أحمد السيد سيلعب السريع لكن استنى هيلعب مغربي تقدم للأهلي على حرس الحدود بأدف مقابل لشيء يلعب مرة تانية مغربي طويلة طولة الأمامية عند محمد شكري يعلق ويلعب عرضية قوية عبد الشافي يلمس لزياد زياد عايزي لم ويعدل لخارج الملعب غرة تانية يرجع لإبراهيم إبراهيم لعبة عرضية استضمت زياد لعبة عرضية عدت للسيد لكن يقطع بلال بلال ومحمد نصير أفضل لعيب يخط وسط النادي لأهلي النهاردة محمد نصير زياد يلمس للسيد محمود استضام واقع من اللعيبة من النادي لعب من النادي لأهلي اللعب هنشوف التبديل اللي نادي حارس الحدود صحاب القميص رقم 26 اللعب عمر عماد ميسي واقع نصير كل السلامة ودي عمر ميسي ورقة بديلة قادمة لفريق حارس الحدود تبديل التاني نلعب في شوط اللقاء الثاني خلاص المنعطف الأخير من أحداث شوط اللقاء الثاني وحرس الحدود هيجري تبديل التاني بنزول عمر ميسي رقم 26 ورقة بديلة تانية القبيل كابتن بدران بديلة للعب سمير محب تبقل كل فريق تبديل وحيد كابتن اسحق أول مدرب العام للناد العالي حقق المسلم الماضي مع الكابتن محمد شرف بطولة الجمهورية موليد 2001 محمد مغربي يلعب طويلة مغربي فهد عبد الشافي عبد الشافي السيد محمود لم السيد هيصوب ويسدد تصويبة من السيد تصويبة من السيد محمود ولكن لخارج الملعب خارج الملعب راكلة المرمى لفريق حرس الحدود هنشوف ناد العالي هل من الممكن هيفكر الكابتن متحط اسماعيل في تبديل التالت طب قاله ورقة بديلة أخيرة بنلعب في 38 دي فهد عايز يلعب في تجاهز زياد لكن شتت مرة تانية إلاب محمود عبد الشافي إبراهيم السيد عبد الشافي يلمس السيد محمود مرة تانية ممدوح ولكن خارج الملعب يخد منها النادل رامي التماس 39 دية من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني الأهل واحد حرس الحدود لاشيء الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الجمهورية للشباب موليد 99 ركل حرة لصالح فهد جمعة عيجي محمد شوكري فكر في الورقة البديلة الأخيرة الكابتن بدران لعب رقم 16 راي فكر في محمود متولي محمد شوكري تعليمات من الكابن إسحاء ليه محمد شوكري كابتن بدران هيعمل ورقة أخيرة آخر تبديل محمود متولي محمد شوكري يلعب ويعلق ضربة الرأس بين فهد لكن مش موجودة فهد محمد ممدوح زي ما قلت لحضراتكم لاعب موليد 2002 محمد منضوح لكن معه أحمد السيد أحمد السيد لفه قطع وغير اتجاه اللاب ويلعبها طويلة أحمد السيد في اتجاه صالح يرد مرة تانية عبدو شام خارج الملعب ورمية التماس هيلعب محمد شوكري محمد شوكري ورمية التماس طويلة لعبة زياد لو ضغط زياد لكن ما ضغط شو ما كملش زياد يليم مرة تانية حامد حامد عد حامد أعتقد راكل حرة بالفعل قرار موفق من حكم اللقاء راكل حرة نهارده حتى الآن هداء تحكيمي جيد من خالد جمال الغندور وأحمد عبدالغني وبهاء هشام بنلعب فاربعين دي من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني تبديل أخير هيجري الكابتن محمد الخواجة المدير اللداني لفريق حرس الحدود بنزول اللعب محمود متولي شوف يكون بديلا لمين السيد محمود المرتدة السريعة اضبط الباص يا محمود لعبة عند فهد فهد عد مر فات فهد لكن اللقوم ولا احتسب ايه حكم اللقاء هحتسب ايه احتسب راكل حرة لصالح الندلالي احتسب ايه هنشوف من بر sido ولا راكلة جزاء ولا راكلة حرة حكم اللقاء أصارب ايه احتسب حكم اللقاء ايه هنشوف راكلة حرة ولا راكلة جزاء هنشوف فه مرة ثانية قدي�� الكورة قدي فهد ضغط فهد توقع مش فهد عدى مر فهد أعطى لا من بره من بره ركل حره من بره وركل حره للنادلالي لكن توقع فهد سند لنفسه عدى ودي كانت الأعاقة بالفعل من اللاعب رقم 8 بلال ركل حره لصالح النادلالي من غير ما تفكر محمد شكري على الكورة حمد شكري من مكان أكثر من راع ومكان مميز لللاعب محمد شكري لعب النادلالي حائط بشري مكون من خمس لعبين من فريق الحرص ومحمد شكري ركل حره يلعبها من مرة واحدة شكري هنشوف محمد شكري شكري والركل الحره شكري والزياد محمد شكري يلعبها يصوب ويسدد استضمن في الحائط البشري لكن لخارج الملعب ركلة ركنية لصالح النادلالي هيروح محمد شكري يلعب بالقدم اليسرى واحد النادلالي لشيء حرص الحدود هيروح محمد شكري يلعب محمد نصير والسيد محمود في الكورة الركنية تلعبت على القامة الأول عدت مرت فاتت هذه التغطية وهذه الصالح يصوب ويسدد لكن لخارج الملعب ركلة المرمى لفريق حرص الحدود محمود متولي واللعب بشار محمود عبد الحافظ بشار اللعب النادلالي هنشوف وينزل بديلا على حساب مين هيطلع فهد جمعة في النادلالي هينزل بشار هيطلع محمد ممضوح وهينزل محمود متولي ويبقى كل فريق خلاص استنفذ تبديلاته التلاتة تلاتة واربعين دية من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني الأهل واحد حرص الحدود لا شيء حمد مندوح لعب موليد الفين واثنين أدى لقاء أكثر من رائع خرج فهد جمعة وينزل محمود بشار سيد محمود هيتحول يبقى رأس حربة بشار هيدم مع أحمد السيد ونصيره طريق لها بالنادلالي يتحول لاربعة تلاتة تلاتة زياد خارج الملعب ياخد منها حرص الحدود رامي التماس يلعب محمود متولي أول لمسة وأول كرة نصير لأمير ليسين يسين لم يسين مرة تانية محمود متولي مع حامد لسه في الملعب إبراهيم يقطع إبراهيم السيد وخارج الملعب يخذ منها ركلة مرمى النادلالي خلاص اللقاء بيلفز أنفاسه إلى خيرة الألالي يتقدم بهدف أحرزه اللعب إبراهيم السيد في ديئة واحد وثلاثين من أحداث عمر شوط اللقاء الأول هيلعب رمضان أبو حطب طويلة عند السيد محمود بيسقط السيد محمود المنتصف الملعب صالح نصر يلا صالح صالح واحد على واحد لم صالح صالح يلعب ويعلى العرضية لكن سهل في إيد الحارس مختار مختار يلعب طويلة طولة الأمامية وهنشوف كم ديئة كم ديئة وقت محتسب بدل ضائع هيحتسبهم خالد جمال الغندور خارج الملعب راكلة المرمى هيلعب رمضان أبو حطب وراكلة المرمى للنادي العلي لقاء زي ما قلنا على الهادي ما بين الفريقين يلعب رمضان طويلة طولة الأمامية دفع في ظهر بشار من اللاب حامد ومعها صفرت خالد جمال الغندور احتسب راكلة حرة لصالح النادي الأهلي هيلعب علاء الشربيني علاء يلعب ويعلى طويلة طولة الأمامية رد مرتان يلاب عبدو شام والمرتدة السريعة أمير أمير سعيد أمير يلم أمير يرجع مرة تانية يلعبها بدون عنوان أمير مقطوع حمد شكري شكري يلعبها في اتجاه صالح لكن قاطع عبدو شام مدفع مميز اللاب عبدو شام تلعبت في اتجاه محمود متولي فين يا محمود لمين يا محمود أحمد السيد العابها طويلة الزلعب في اتجاهها زيادة لكن بعيدة تماما يلم عبدو شافي عبدو شافي إبراهيم السيد يقطع لسه في الملعب لسه يا والد يا إبراهيم عد إبراهيم التمريرة لكن مطوع بلال نصير حط جسمه نصير يضغط مرة تانية لكن مطوع يلم ضاحي منين يا ضاحي بيصوب ويسدد بعيدة تماما يا ضاحي ولا لها أي لازمة لخارج الملعب بنلعب في الدية الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع مقدر بأربع دقائق احتسبهم حاكم اللقاء خالد جمال الغندور أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع عن أحداث عمر شوط اللقاء الثاني تلعب طويلة طولة الأمامية يليم من مرة تانية اللعب يسين افتجاه أمير لكن يطلع رمضان لخارج الملعب يخد منه ركلة المرمة ارتضى النادي الأهلي بالهدف حاول يحافظ النادي الأهلي في آخر الدائع على الفوز والثلاث نقاط ودي حاكم اللقاء استعجل رمضان ودي انذار لرمضان انذار لرمضان أبو حطب ودي انذار لرمضان ولا لي أي لازمة خالص الانذار اللي حصل عليه الحارس رمضان أبو حطب اتلعب الطويلة قرد تانية زياد اضغط السيد محمود السيد السيد يلعب لكن لخارج الملعب خارج الملعب ورمية التماس ابراهيم السيد دلعب في الدائع الثالثة من الوقت بدل الضايع مرة تانية رمية التماس لكن لحارس الحدود يلعب عبد الشافي عبد الشافي ورمية التماس محمود متولي لكن بشار مأمن بشار يلعب لأحمد السيد هارضا لقاء جيد من أحمد السيد تلعبت مع زياد لكن يخذ منها ندلع لرمية التماس زيادة طارق رمية التماس بدور على حد يسند عليه لإبراهيم السيد لزياد العابة طويلة في اتجاه عبد الشافي طويلة مرة تانية عبد الشافي لسه في الملعب لسه في الملعب يضغط مرة تانية يا أحمد ومتولي يسين لكن مضغوط عليه يخذ منها رمية التماس فريق حارس الحدود رمية التماس على الندلالي آخر ديئة في الوقت الضائع هاي لعب عبد الشافي يلعب لحمص فؤاد يلعبها طويلة عند أمير أميره محمد شوكري حط جسمه بخبرة والله محمد شوكري محمد شوكري طويلة من محمد شوكري ولكن اللي خارج الملعب رمية التماس خلاص السواني الأخيرة بيبص في ساعته حكم اللقاء خالد جمال الغندور وبالفعل يطلق صافرته معلنة أحداث شوط اللقاء الثاني واللقاء بفوز النادلالي على فريق حارس الحدود بهدف مقابل لاشيء علشان يرتفع رصيد النادلالي للنقطة رقم 44 يتوقف رصيد فريق حارس الحدود عند النقطة رقم 22 مبروك للنادلالي وجهاز الفني كابتن متحطة اسماعيل هاردلك لفريق حارس الحدود وجهاز الفني كابتن بدران علي أعزائي المشاهدين أعزائي المتابعين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادلالي تقين على المحبة والخير والسلام وفي الختام تقبلوا مني خير السلام كان معكم معلوقكم الرياضي فاروق صلاح ترككم في العاية اللوامني ألتقيكم في الرقاءات القادمة الآن هننتقل لملعب الأجمال مع الكابتن سامح حسني الكابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال